بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسيل مع خالد شعبان ان شاء الله في حالة النهاردة هنتعلم مهارة مهمة جدا داخل برنامج الاكسيل هتعرف من خلالها ازاي تجمع بيانات من اكتر من جدول في جدول واحد بطريقة سهلة واحترافية يعني على سبيل المثال لو انا عندي جدول في بيانات والبيانات كل شهر في بيانات معينة لاشخاص معينين انا محتاج اجمع لشخص معين البيانات الخاصة بيه من كل الشهور بطريقة سهلة الاداة دي هتساعدنا ان احنا نستخلص البيانات ونجمع البيانات بطريقة سهلة واحترافية من اكتر من جدل يلا بينا نعرف ايه هي الاداة اللي معنا النهاردة وازاي نستخدمها بطريقة سهلة واحترافية لو انت اول مرة زور القناة اشترك معنا وفعل الجرس على كل الانشارات علشان توصل لك الفيديوات الجديدة وقت تحملها على طول ان شاء الله ولا عجبك الفيديو دوس لايك ولا فيه اي سؤال اكتبه في التعليقات ولو انت مشترك معنا من قبل كده اعلم بيك مرة تانية يلا بينا نعرف ايه هي المهارة اللي معنا النهاردة المهارة اللي معنا النهاردة وهي اسمها او الطول موجودة داخل اسمها الده اللي دي او الاداة دي وظيفتها ايه وظيفتها ان هي بتجمع بيانات من اكتر من جدول وتعمل لهم اه مزمنة مع بعض ويترتبهم بشكل احترافي يلا بينا نعرف ازاي نستخدمها الاداة دي عبارة عن اداء بتجمع بيانات من جداول متفرقة تجمعها في جدول واحد يعني على سبيل المثال لو انا عندي بيانات موجودة مثلا او بيانات الشهور متفرقة والمبيعات مختلفة الاشخاص مختلفة عندي مثلا شهر يناير في مجموعة مبيعات خاصة باحمد ومحمد وسعد وعلي وكل شخص من الاشخاص دي له المبيعات الخاصة بيه وشهر فبراير نفس النظام مبيعات مختلفة بس لاشخاص مختلفة ربما اسماء منها موجودة في يناير واسماء مش موجودة وشهر تلاتة نفس النظام اسماء ربما تكون موجودة او اسماء ربما تكون جديدة انا محتاج ايه انا محتاج ان انا نجمع لكل شخص المبيعات الخاصة دي في الشهور المتفرقة في الطريقة العادية والطريقة اليدوية ان انا هدخل مسلا على خالد له في يناير مسلا تلاتة وعشرين وموجود في فبراير خمسة وستين هل هو مبيعات في شهر تلاتة لا هل هو مبيعات في شهر اربعة ستة وسبعين وهكذا هدخل على كل اسم من الاسماء الموجودة وابتدي املأ البيانات الخاصة بيه لكن دي الطريقة ربما تكون مع البيانات الكتيرة والشهور الكتيرة هتكون صعبة جدا ومملة جدا والطريقة زي دي مش هتنجز معك في شغلك لكن معي الطول اللي معنا النهاردة وهي ودي اداة بتجمع كل البيانات بالطريقة دي لكل شخص في كل شهر المبيعات الخاصة بيه الطريقة سهلة جدا واحترافية افترض ان انا عندي جدول بدون اي بيانات كل اللي انا هعمله ان انا هكتب العنوان الخاص بالجدول فقط ليه الاسماء اللي موجودة هنا هو الاداة هتجيبها من البيانات الموجودة هنا والشهور الاداة هتجيبها برضو لو في شهر مش موجود هي مش هتضيف علشان ما يبقاش عندك اماكن اعمدة فاضية وبيانات فاضية اول حاجة هنا هكتب على يبقى الشهر هيكون موجود هنا والاسم المبيعات اللي هيكون موجود هنا كل اللي انا هعمله ان انا هحدد المنطقة اللي انا محتاج يكون فيها البيانات او احدد اول خلية اللي هيكون عن طريقها الانوان وهدخل على تبويب اللي موجود هنا. اختار القيمة data. هدخل على القويم اللي موجود هنا. واختار القايم data. وفي الجروب اللي اسمه data tool هلاقي حاجة هنا اسمها الconseldate. هدخل عليها هنا. هو هنا reference او المصدر او مصدر اللي هيكون في او اللي هيطلب منه البيانات. كل جدوة اللي هحدده هنا. هختار مثل الجدوة الاول. ودوس على add. وادخل على الجدوة للتاني. ودوس على add. وادخل على الجدوة للتالت. ودوس على اد. في اختصار هنا لل اد لو انا عايز اختصرها من الكوبورد او عندي بيانات كتيرها محتاج تكون بشكل اسرع. اختار من ايه الجدول الخامس. هنكتفي ان احنا هنعمل خمس شهور فقط من الاسماء اللي موجودة هنا. وهتدى حدد على التوبرو والليفت كولا. ولو انا فيه روابط او من اماكن خارجية ابتدى اعمل لكن انا مش محتاجه في الوقت الحالي. وهدوس على اوكي. هنلاحظت بخطوة واحدة فقط ان انت جمعت كل الاسماء اللي موجودة هنا. والشهور اللي موجودة. وكمان ضفت البيانات الخاصة بيها بكل شخص. هنعملها مرة تانية علشان الطريقة تكون سهلة. والطريقة تكون عارفة هنا. هنحدد اول خلية. وهندخل على القيمة داتا. من الجروب اللي اسمه داتا تولز. هنختار حاجة اسمها الكونسل دي. هنختار الجداول اللي موجودة هنا. لو انا حزفت مثلا الجداول موجودة هنا وهبطيض اضيف الجدول جدول. وبعد كده احدد على والليفت كولم. وهندوس على اوكي. هنلاحظ ان البيانات نزلت بطريقة سالسة واحترافية. ولو انت عندك ملايين الصفوف او ملايين الجداول هتقدر تضيفها بالطريقة دي بطريقة سهلة واحترافية. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الشرح يكون سهل وبسيط واعجابكم. ما تنساش تشترك في القناة واتبعنا في الفيديوهات اللي جاية. لو انت مهتم بتعليم الاكسيل او ميكروسوفت اوفيس. هنلاقي فيديوهات كتيرة موجودة على القناة. ادخل على قوام التشغيل. هتلاقي الفيديوهات متقسمة بطريقة سهلة وبسيطة. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا للمشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.